أما نائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر أكدت أنها ستبقى كابوسا لرئيس ترامب بعد أن هاجمها مؤيدوه بعنف خلال تجمع الانتخابي قبل يوم ما دفعها إلى وصفه بالفشي وقالت عمر التي استهدفها الرئيس الأمريكي بتغريدات على تويتر وصفت بالعنصرية أن الكابوس بالنسبة للترامب هو أن يرى لاجئة صومليات تصل للكونغرس وقالت سنبقى كابوسا لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا وأضافت الأمر لا يتعلق بي بل يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن يكون عليه بلدنا